السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء السؤال الآخر من الأسئلة المرشحة الانتحان الكيميا اكتب رمز لويس العناصر الآتية عندنا ايم جي 12 طلاب راح نكتب الرمز لويس شون راح نكتبه نكتب الام جي 12 1 اس 2 هذا الغلاف الأول الغلاف الثاني 2 اس 2 2 بي 6 وعندنا طلاب بعد عدنا 3 اس 2 ايش قد صارا عدنا 2 و 2 و 4 و 6 10 و 12 برمز لويس ننتبه على آخر غلاف احنا مو قلنا هذا الغلاف الأول من بين يما واحد هذا الغلاف الثاني من بين يما اثنين الغلاف الثالث هياته واحدة نحسب الالكترونات الموجودة شقد عندنا هنا ثنين هو شلو العنصر ماغنيسيوم ماغنيسيوم منتج يترتب الشم الكترون عندي هنا ثنين نكتب هنا نقطة وهنا نقطة ياما نشتغل أفقي ياما نشتغل عمودي بالنقاط هل سراحة وصح لك ناخذ النيون 10 هذي أولا خلنا نعتبرها وهذا نحتبرها ثانيا اللي هي نيون 10 نيون 10 1s2 2s2 2b6 شقد صاراً 10 إلكترونات صاراً موزعات على كل على كل مستويات الطاقة الثانوية على كل أغلفة هذا الغلاف الأول وهذا الغلاف الثاني نحن نعتمد على الغلاف برامز لويس يعتمد على الغلاف الأخير شم الكترون عندي هنا ثنين وهنا ستة ثمانية انتبه مو تعتمد لبس على البي لا الغلاف كل شقد عندي ثنين وستة ثمانة إلكترونات راح نجي نكتب النيون نكتب ني اللي هو النيون الرمزة وتشم إلكترون ثمانية بعض طلاب واحد ثنين أفقي بعدين عمودي ثلاثة أربعة بعدين هم نوزع أفقي خمسة ستة بعدين عمودي سبعة الثمانية هذا هو رمز لويس بعدين طلاب تيجي تكتب البي بورون خمسة ثالثة بي لنا خمسة وان اس تو تو اس تو الغلاف الأول هذا انتبه علي الغلاف الثاني اربعة بعد تو بي وان هذا الغلاف الثاني هذا الغلاف الأول هذا الغلاف الثاني نعتمد على الغلاف الثاني شمع الكترون الثلاثة نكتب بي نوزع واحد ثنيا والثالثة اما فوق اما جوه هذا رمز لويس بعدين نجعله الـ هذا رابعا وان اس وان هي الكترون واحد نكتب الـ رمز لويس وين ما نكتب هناكتب هنا وهنا كيف هذا رمز لويس بعدين لدينا خامسة اس اي سبع اش عف اربع اش اس اي اربع اش وان اس تو الغلاف الثاني شو بدأ اباعد لك بين الغلاف الثاني والغلاف الاول تو اس تو تو بي سيكس هذا الغلاف الاول وهذا الغلاف الثاني الغلاف الثالث ثري اس طبعا هذا الشخط يعني مو تخلي بالامتحانان هذا حتى ما يزلك وعلمك ثري اس تو وثري بي تو ليش اثنين واثنين اربعة وستة عشرة ما عش اربع طاش نحتمد على الغلاف الاخير تشبع الكترون دي باربعة نكتب اس اي واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا رمز دويس طلاب اتمنى افتهمته وان شاء الله سؤال مرشح ومع السلامة